اهلا مساء الخير زيكم عاملين ايه النهاردة يا يماعة الفيديو بتاعنا مش اكلة زي ما انتم بتعودين مني الفيديو النهاردة نصيحة اه ليكم بنخصة بالنسبة لمية الشرب اللي احنا بنشربها المية طبعا وحشة جدا بنصحكم لله يعني كده ضروري جدا ان انتم تجيبوا فلتر اه سواء ثلاث مراحل او خمس مراحل او السبع مراحل زي اللي انا جايبها النوع ده حلوة جدا اللي هو اسمه فالكون انا بتعامل مع شركة سما البركة واقسم باللوحة اولادي ارمليش اي علاقة باعلان او حاجة زي كده عايز اقولكم ان الشركة نفسها اكيد متعرفش ان انا بعمل فيديو زي ده بس انا بنصحكم بقولكم اسم الشركة اللي انا بتعامل معها عشان ممكن الناس كتير تسألني اه طب بتتعامل مع شركة ايه او النوع ايه الفلتر اللي انتو شايفينه ده امريكي انا ضغط ضغط انا بحب لما اشتري اي جهاز ضروري جدا ان انا اسأل كتير جدا 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 لان الواحد ما بيشتريش الجهاز رخيص يعني وبيحب بحب اجيب كل حاجة تكون خدمة العملاء الخدمة اللي ما بعدها البيع ضروري جدا ما نصحكوش ابدا 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 انتو تشتروا ايه فلتر من ايه سباك لان ممكن ياه وارد جدا يبقى فيه ايه عبس نوعة يبقى فيه ايه مشكلة يبقى فيه سيانة دورية في ما بعد البيع فضروري جدا انتو ما تشتريش الفلتر اللي هو بيبقى من السباكين او الشمعات اللي هي بتتباع عند ايه سباك او ايه محل بتاع اللي هو بيبقى قطع الادوات الصحية ده لان الجودة بتاعة الشمعة بتفرق كتير جدا الشمعة عندهم بتبقى ارخص بكتير بس الشمعة اللي بتبقى 3 شهور ما بتكملش شهره بتبقى خلاص عايزة تتغير وهو بيقولك انها 3 شهور بس هي ما بتبقاش 3 شهور بيقولك انها امريكي وهي بتبقى تقليد احس النصيحة اللي بديها لكم وانتو بتشتروا الفلتر السبع مراحل ضروري جدا يكون يا ام امريكي يا ام ايطالي الشمعة اللي هي المامبرين اللي هي الشمعة الرابعة ودي اغلى شمعة فيهم بيبقى المحفور عليها اليو اس ايه لو ضروري جدا ان هي بتبقى علشان تضمنوا انه هي امريكي فعلا وضروري ان انتو تجيبوها تجيبوا الفلتر يبقى تابع شركة لان انا عايز اقولكو بعد ما ركبت الفلتر ده اا يعني لقيت مشكلة لان انا الفلتر ده عند اخواتي وعند والدتي انا مركبها بقى لي 3 سنين ممتاز شركة ممتازة ملتزمة اا لما اول ما ركبته لقيت ان المطور بتاعها بيعمل صوت شوية لو انا كنت جايبة من السباك كنت اكيد خلاص كده رحت علي الفلوس وهفضل قعدة بالعيب ده مش عامل اي حاجة لكن الشركة جت وغيرتلي المطور وكان عندهم استعداد يغيرولي الجهاز كله اا ومن ساعتها المشكلة خلاص ما فيش اي مشاكل خالص وزي ما انتو شايفين فيش اي صوت للمطور ولا اي زنة ولا اي حاجة المطور ده بيبقى خاص بالناس اللي هي مثلا المية عندهم بتبقى ضعيفة فهو بيشد المية للمطور لان اعايز اقول لكم المطور ده كمان مهم لان الشمعات لو المية بتقطع كتير عندكم ده بيأثر على جودة الفل وعمل جودة عمل الفلتر لان ضروري جدا الشمعات عشان تبتمشي بتديكم مية بنقاء 100% ان المية تكون بتجري في الشمعات لو المية قطعت والشمعات ما اشتغلتش ما بتشتغلش بالطاقة كاملة بتاعتها الناس كتير حصل جدال على الفلتر السبع مراحل وقال وهو كويس قوي تلات مراحل لان اول تلات مراحل من دول يا جماعة بيشيلوا المواد العضوية والبكتيريا والرمل والتين وكل الحاجات دي كلها بعد كده فيه بقى اللي هي الشمعاتين الرابعة والخمسة دول بيبقوا تقريبا موجات فوق صوتي فوق ايه فوق قلبة نفس جاية تقريبا كل ده بيبقى مكتوب بيني وبين الشركة بيبقى فيه بيننا عقد وهقولكو تفاصيل مهمة جدا في موضوع العقد الشمعاتين الرابعة والخمسة طبعا مهمين جدا الستة والسبعة الجدال اللي حصل حول الفلتر اللي هو السبع مراحل انه هو بيشيل الاملاح بنسبة جمدة جدا جدا فده بيدر الانسان لان الكلية عشان تشتغل لازم نسبة املاح معينة تدخلها فالفلتر ده بيشيل نسبة الاملاح بنسبة عالية جدا 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 فده بيبقى مفيد جدا للناس اللي عندها لقدر الله ربنا يشفيهم اي مشاكل في الكلة او الناس اللي هي ما عندهاش مشاكل بس بيحافظ على فكرة الاملاح عايز اقول لكم ان انا سألت كتير جدا في الموضوع ده وعرفت ان الاملاح بتتعوض في انواع الاكل اللي احنا بنكلها وانواع الفكهة والخضاء فالفلتر عرفت انه هو تمام ما فيش اي مشكلة خالص اللي من ضمن الحاجات الفلتر ده يعتبر من اغلى الفلتر في السوق الفلتر ده انا ما جدته كان بتلت تلاف جنيه ده الوقت عرفت انه هو وصل سعره لتلت تلاف وخمسمية وفي نسبة بيعه بتلت تلاف 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 ممية وخمسين الغليو اللي فيه كمان لان نوع البلاستيك اللي هو البوليبلوبريين يارب اكون بقول الاسم صح ده ما البلاستيك بتاعه مش بيتفاعل مع المية وانا اكيد مش بصلح من حتة وهبوز من حتة تانية ما تفرحوش ان اللي تلاقوا فلتر سبع مراحل ويكون رخيص بيبقى المواد المصنوع منها مش على كفاءة عالية فده ما تفرحوش الفكرة الاجهزة الرخيصة بيبقى لها عيوب كتير بتبقى من الشكل الخارجي تمام لكن من جوة متصنعة بحاجات وحشة جدا فالفلتر السبع مراحل انصحكو بيه زي ما قلتلكو تجيبو يا اما الامريكي يا اما الايطالي وبيبقى معاه الخزان ده الخزان هو بيبقى معاه الكيس ده ده بيحفظو ده 15 لتر بينفع كمان جدا لو المية قطع بيبقى انت عندك 15 لتر معاك متخزانين انا الفني ده الوقت جايلي علشان هيغير 6 شمعات هخليه برضو يشرح لك بتفصيل اكتر وهوريكو برضو نسبة الاملاح في المية بتاعت الحنفية عالية جدا وهوريكو بالجهاز اللي بييجي معاه قد ايه والمية بتاعت الفلتر نسبة الاملاح فيها قد ايه الفرق شاسع اما رحنا الشركة علشان نشوف الفلتر عملو لنا اختبار بجهاز معين كده شفنا بلاوي 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 اللي انتو شفتوها في الصورة اللي في مقدمة الفيديو ده انا شفتو بعيني كأن الجايبة سلك موعين وصدة ورقد في قعر الكوبية المية زفت زفت يا جماعة اللي بتنزل من الحنفية المية وحشة جدا 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 وطين ورمل الى جانب برضو الصورة اللي انتو هتشوفوها شفتوها في اول الفيديو المواسير نفسها كمان مصدية وفيها بكتيريا وحاجة قرف فضروري جدا حتى لو انتو ظروفكم ما تسمحش لا لازم تجيبوه حتى لو بالقسط لان دي مية يا جماعة لولدنا وفي بيبهات بديشربوا وناس كبيرة في السن وحتى الناس العادية ضروري جدا ان مية الشرب تكون كويسة انا عن نفسي قعدت سنين كتير قبل الفلتر كنا بنشرب مية معدنية اللي هي نسلي كل حاجة حتى مية الشربة حتى كل حاجة فكان ده بيصرف معانا فلوس كتير جدا فعلشان كده جبت الفلتر طبعا اوفر وخصوصا ان انا عارفت ان يعني كلنا عارفين ان مية نسلي اغلى نوع مية مش هقول معدنية مية معبقة لان ما فيش اي مية معدنية موجودة في الاسواء يا جماعة على مية افيان اللي هي الفرنساوي والازازة بتوصل لخمسة واربعين جنيه دي المية المعدنية انما كل المية اللي انتوا شايفينها في السوق هي مية مفلطرة مية معبقة يعني خرجة من فلاتر كبيرة جدا ومتعبية في ازيز بس اكتشفوا بعد كده ان المية نسلة واكتر من نوع تاني لقوا فيها بكتيريا حية عيشة موجودة يعني فده خلاني انا وجوزي غيرنا فكرة المية المعدنية تماما وجبنا الفلتر وعملنا عقد مع الشركة بندفع مية وخمسين جنيه كل سنة في السنة بحالها فايدة المية وخمسين جنيه دول ايه ان هما بيبقوا متابعيننا متابعة كاملة زي ما قلتلكم احنا بقى لنا ثلاث سنين ما اخلوش ولا مرة يعني ممكن انتك لو انت جابا من سباك هتنسي اصلا مواعيد الشامعات امتى لان كل واحدة فيه بقى ثلاث شهور وفيه كل ست شهور وفيه كل سنة ونص وفيه كل ثلاث سنين عمر تفكيرك ما هيجي يجيب معايك انت انت يعني امتى المعاد الشامع فهما بيفكروك بيبقوا عارفين وبيتصلوا بينا قبلها بيومين ثلاثة قبل معاد تغيير الشامع وبنتفق على معايك فدي خطوة مهمة جدا مش هتتعامل بيها مع اي سباك انت هتاخذي الجهاز وهيتريكن في الشقة وخلاص امتى الفلتر يكون ضار جدا 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 ويمكن ضرره يكون اكتر من مية الحنفية لو الشامعات ما تغيرتش في معادها لان الحاجات الوحشة او البكتيريا اللي هو بيشيلها بتبقى موجودة في الشامعات فلو تفضلت اكتر من الوقت المصرح بيها به ده بيخلي البكتيريا دي تتكاثر وطبعا بيبقى الضرر بالغ جدا عشان كده بنصحكم انتوا تلتزموا بموعايد تغيير الشامعات وعشان كده بنصحكم انتوا تتعاملوا مع الشركة لان خدمة ما بعد البيع يعني مية في المية مهمة جدا ان انت لما هتجيب اي فلتر ان انت تتبعي السيانة الدورية بتاعته لما يجي الفني دلوقتي هخليه برضو يشرح لكم اكتر وهوريكم بالشكل الشامعات من جوه وعامل ازاي وهوريكم بالجهاز اللي معايا نسبة التحليل اللي في المية قد ايه هتصعبكم بصراحة يارب تكون النصيحة بتاعتي النهاردة افدتكم انا حبيت افدكم بيها والله يعني لواجه الله كده ويريد تشيروا الفيديو عشان الكل يستفيد وما تنسوش بقى اللايك واللي مش مشترك في القناة يشترك فيها وان شاء الله تابعوني الاخر الفيديو لان هتشوفوا حاجات صعبة قوي ايه يشترك اي Shh Sn اللاليا بتتغير كلا قد ايه كل تلات شهور 師 ماش وعندك الشامعة الانية ديت والشامعة التالتة دي بيشؤية الشابة والريةة من المية آه دBeتقوم بوظيفة الدية بعد ما دين بيتtro anchor ومددية الايتها للشامعة التالتة ديت ايوا تمام. هيطلع عالشelyn الربع اللي هي الشامعة دي. الواء. اللي هي الشامعة دي مسؤولة عن تشيال اللي أم لحم المية بالنسبة ـ٨٠ 100. بتبدا تطلع والحاجة. اللي هي الامريكي. الامريكي. اللي هي المينبريات. بتطلع حاجة الفائز اللي هو ده. اه. بتطلع له في الصرف. وبتطلع لإشارات للشامعة الحمسة اللي هي تخصد في الخزان. ايوا. هو ده الخزان. اه. بيتفع لك ماه بقوة. بتطلع لعش شامعة الخمسة. اه. الشمعة الخمسة دي وظيفيتها انه هي بتشيل اي بكتيريا جوهة الخزان دا. اي وقاف. وبتطلع على الشمعة الخصات دا والسبعة. اه. انه هما دول كده هو. انها بتديكي الاملح بجسمة محدودة وبتديكي الكالسيوم الحديد والكلام ده كله بس كله ده بنسأب محدودة. اه اللي هي الجسم اللي محتاجها الجسم. المحتاجها الجسم. بس كده. اه. وده اللي هو المطور. ده الترنس. اه. ده الترنس وده المطور. دول بس هم مهمتهم ان هم بيتفاعوا المياه بس من الشامع دية. اه. يسحبها منها. تمام? اللي تطلحها للشامع من الخمسة عشان تخزف في الخاز. طب ايه الفرق بقى معلش بين الفلتر اللي هو زي بتاعنا ده اللي هو يعتبر اغلى فيلتر في السوق واحسن فيلتر في السوق. وبين الفلتر اللي هي تحت. مقلولي في الشركة ان عشان هو مصنوع من مادة البولو بلو 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 بلين اه. اه. اه اللي هي البلاستيك بتاعها نفسه مايبقاش ضاره على المياه. اللي هي الشامع دي اه. لها الشامع دي. اه. اصلا دي المفروض دي بتاعت الاملاح. اه. فيه بيبقى فيه من دوت بلستيك من ده بيتفاعل مع المياه وبيتفاعل مع الحاجات دي. ده ما بيتفاعلش. اه. فأنا بعالج من ناحية وبضر من ناحية تلك. اه. ده بيتفاعلش. ده بيحافز على المياه ما بيتفاعلش خبز. طب دي اخر شامع بقى. دي الشامع السمع. اه. اللي هي بتتجي اللي اربعة اربعة تجيات. اه. اه. طب ماشي شكرا. اه. بصوا يا جماعة دي كباية. دي. الكوبية دي من الحنفية عادي. شايفين نسبة الاملاح فيها قد ايه? مية تسعة واربعين. دي الكوبية. دي المياه اللي من الفلتر. الفرق هتلاقوه شاسع يعني. وكل ده بقى ترصبات على الكيلو وحاجات اه ربنا يا عفي عننا يا رب. شايفين هنا النسبة كام? ستاشر. وهتقل كمان. وهتقل كمان. وهتقل كمان. وهتقل كمان. هذه النسبة هنا ستاشر. شايفين الفرق الشاسع قد ايه? فرق رهيب يا جماعة. عشان كده والله بنسحكم بموضوع الفلتر جدا للناس اللي عندها مشاكل في الكيلو واللي ما عندهاش عشان ما يجلهاش لا يقدر الله اي مشاكل في الكيلو. والموضوع هو قدامكم بالزبط. بصوا يا جماعة دي الشمعات بعد ما الفني خرج قلت مشي يعني قلت اصورها لكم. بصوا شايفين ده لون الشمعة اللي تركبت بيه. واكيد كمان كان افتح من كده. شايفين الشوائب. بصوا الشوائب من هنا. شايفين فرق اللون. بصوا. بصوا منظر الشمعة عاملة ازاي. الشمعة دي المفروض انها كانت بيدة خالص. شايفين الشوائب عاملة ازاي. وطبعا اكيد كل شمع من دول شايلة بلاوية طبعا. بس للأسف هم مش بيتفتحوا يعني. كانوا بيتفتحوا عشان كنت اقوريكم. فانا بس حبيت انقلكم معلومة. حتى لو الحاجة غالية يا جماعة ضروري جدا مش اغلى من صحتنا. يعني اللي اللي الواحد بيصرفه في الفلتر وفي الحاجات دي كلها مش مش ابدا زي ما انتم لقدر الله ممكن تتصرف في مرض او في تعب. وطبعا صحة البني ادم مش بتتعود يا جماعة. زي ما انتم شايفين المنظر الرهيب ده فظيع. يا رب تكون المعلومة بتاعت النهاردة او النصيحة استفدتوا منها. وان شاء الله ان شاء الله نتقابل على خير في فيديو جديد من قناتي جرمين المحلاوي. سلام واشوفكم على خير وما تنسوش اللايك وشيروا الفيديو لكل الناس علشان يوصل لأكبر عدد من الناس عشان تستفيد من النصيحة. ونتقابل على خير بإذن الله. سلام.